اخوتي واخواتي هذه رسالة الانبياء بالتسلسل بتناغم بانسجام كلها بتتكلم عن احذر من غضب الرب هو مش بس بالعهد القديم حتى يسوع المسيح تصور انه بيتكلم عن الدينوني وعن جهنم اكثر ما بيتكلم عن المحبة لخطورة واهمية هذا المضوع المسيح تكلم عن الغضب الالهي مرارا وتكرارا بيتكلم يكون مستوجب نار جهنم مكتوب عن الطريق الرحب الذي يؤدي الى الهلاك بيتكلم هناك يكون البكاء وصرير الاسنان يعني كل بيتكلم باستلاحات متنوعة لكن كلها بتتكلم عن غضب الاب تعرفوا حبائي الرب يسوع يعني انا ذكرت شوي انه مجد صليب المسيح اللي بيجمع بين العدالة وبين الرحمة بين البر وبين الرحمة ايضا وبين المحبة فمهم جدا يكون هذا التوازن اللي المسيح كانسان كامل طبعا مات على الصليب وتحمل دينونة وغضب الاب من اجلك ومن اجلي تألم يعني غضب الله واحتمل غضب الرب مات على الصليب